ملزم لكل دول أمريكا ممكن تحوف هذا الموضوع يمشيش قدام عنها بها السهولة تحرك الجيش العراقي والسوري ويدخل يضرب قسد ويتحرك على العشاء لا أبدين للعلم تنسيق كامل أولا مع التحالف الدولي ومع الولايات المتحدة ومعظم الإسناد التقني هو لا زال إسناد بين التحالف الدولي وبين الولايات المتحدة يعني جيش السوري عدى تنسيق وإن أمريكا والتحالف الدولي الروس عدهم عن طريق الروس يعني مو سوريا مباشرة لا لا تنسي سوريا أيضا أصاب قدراتها التقنية التصدع بشكل كبير جدا فهي تعتمد على الجهد التقني رادة راتق مار صلاعية طائرات مستيرة طائرات مقاتلة تعتمد على روسيا مثل ما نعتمد على الأمريكان يعني نحن الآن طائرة الـ F-16 العراقية الطير 45 دقيقة من تنزل تحتاج صيانة ما لا يقل عن 3 ساعات يعني هي طير 45 دقيقة لأن طائرة مدلة جدا في قضية الصيانة وطبعا رأسها تستلمها كمبيوترات حتى لسلامة الطائرة والطيار لـ 3 ساعات الصيانة هي بشركات أمريكية وإذا ما تصبح الصيانة تكون للطائرة خارج القدرات القتالية يعني ما تطير فإحنا بالحقيقة مرتبطين ارتباط كامل يعني إحنا ما عدنا استخدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر